السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان سبق سبق أن أنفسرت لأن معناها سنفرغ لكم أيها الثقلان ليس معناها أن الله مشغول ثم فرق للثقلين يحاسبهم ولكن معناه التوعد والوعيد معناه الوعيد أنه سيحاسبهم ويجازيهم وليس معناه أن كان مشغولا ففرغ من شغله لهم نعم سماحة الوالد يقول السائل من باب الوعيد